موسيقى رئيس الجمهورية يشري مقابلة مع خمس مؤسسات إعلامية وطنية تناولت مختلف الأسلة المتعلقة بالأوضاع في بلادنا ومحيطها الإقليمية وزير الصيد والاقتصاد البحري يشرف من مقاطعة مال على تخرج الدفعة الثالثة في مجال الصيد القري ضمن المقاربات التنموية لإستغلال المياه السطحية ببلادنا موسيقى وزير التنمية الحيوانية يشرف من ولاية قدماء على الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية لتلقيح المواشي وحماية الثروة الحيوانية موسيقى أسعد الله مقلكم بكل خير أهلا بكم إلى تفاصيل الواحدة من قناة الموريتانية أجرى رئيس الجمهورية سيد محمد دول الشيخ الغسواني مساء أمس مقابلة مشتركة مع خمس مؤسسات إعلامية وطنية أجب خلالها على مختلف الأسئلة التي تم طرحها من قبل الإعلاميين المشاركين في هذه المقابلة وقد تمت المقابلة باللغاة العربية مع وكالة الأخبار المستقلة والصحراء والصحراماديا وباللغاة الفرنسية مع مؤسستي كريديم وليونافيتر وقد أضطت أسئلة المؤسسات الصحفية مجالات مختلفة حول الأوضاع في موريتانيا ومحيطها الإقليمي شكرا في شأن البرلماني استقبل النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية سيد سو موسى دينبا أمسي بمبنى الجمعية الوطنية سفير دولة فلسطين لدى بلادنا أسعد تسيد محمد قاسم أسعد وناقش الجانبان الوضعية الراهنة لقطاع غزة وما يجري من تجاوزات بحق المدنيين وخلال اللقاء شكر السفير الفلسطيني والحكومة والشعب الموريتانيين على مواقفهم الثابتة الدائمة للقضية الفلسطينية ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني ودعمهم له جرى اللقاء بحضور الأمين العام للجمعية الوطنية سيد عبدالله والصالح أدى وزير الصيد والاقتصاد البحري أمسي سيارة لمقاطعة مال أشرف خلالها على تخرج الدفعة الثالثة من الصياديين القريين الذين تم تكوينهم في إطار المقاربات التنموية لإستغلال البحيرات السطحية ببلادنا وقد مكنت هذه السيارة من الوقوف على مدى تقدم الأشعال في مركز الصيد القري الذي يجري إنجازه بمدينة مال استغلالا لأبعادها التنموية شرعت السلوطات العمومية منذ فترة في تفعيل المقدرات التنموية لبحيرة مال عبر مجموعة من البرامج والخطط كان من ثمار هذا التوجه استفادة 150 شابا في مقاطعة مال من التكوين بشكل ميداني على المهارات الفنية لاستغلال الصيد القاري بشكل أمثل ضمن برنامج أولويات الموسع وللإشراف على الدفعة الثالثة من الصيادين القاريين أدى وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد مختار الحسين لام زيارة ميدانية لمقاطعة مال رفقة والي البراكنة ورئيس الجهة وخلال هذه الزيارة طلع الوزير على نماذج من إنتاج الخارجين الجدد والمعدات الفنية التي وزعت عليهم كما أشرف على توزيع نحو 15 زورقا لصالح الصيادين القاريين في مقاطعات مال وبوغي وبابابي ومبين وقد تكونت الدفعة الجديدة على مهارات وتقنيات الصيد القاري والاستفادة من القيمة المضافة للأسماك في بحيرة مال التي تعد من أغنى المسطحات المائية في البلاد وإنكم اليوم معالي الوزير لتشرفون على تخرج الدفعة الثالثة من الصيادين القاريين بمدينة مال المكونة من 150 فاعلا في مجال الصيد القاري موزعين بين التخصصات التالية 90 صياد و45 إمرأة في مجال تحويل السمك و15 فاعل في تسويق السمك وتسيير التعاونيات توزيع 15 زورق مجهز ومعدات أخرى على المستفيدين من التكوين وتقديم دعم للنساء المكونات في مجال تحويل السمك يندرج هذا التكوين في نطاق برنامج أولويات الموسع لرئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني الرامي إلى الحد من النقص الملحوظ في مهنية الصيد القاري الذي يوفر حسب الدراسات الحديثة 23 ألف فرصة عمل يشقلها للأسف أجانب من الدول المجاورة وسيمكن استغلال المقدرات التي تتوفر عليها البحيرة من الاستفادة المباشرة للخرجين معالي الوزير بسم ساكنة البراكنا أشكركم ومن خلالكم حكومة معالي الوزير الأول على ما تبذلونه في مجال النهوض بهذا البلد تنفيذاً لتوجيهاتي وتطبيقاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني الذي صممه من أجل المواطني بشكل عام مع العناية الخاصة بالطبقات المحتاجة والضعيفة عمدة بلدية مال ثمن الخطط التي اعتمدها قطاع الصيد في تنمية بحيرة مال حيث مكنت أبناء المقاطعة من التكوين على المهن التي تساعدهم على الرفع من إنتاجهم المحلي وقد وزعت شهادات تكريم على الخرجين إضافة إلى مبالغ تحفيزية تساعد السيدات على اندماجه في سوق العمل كما زار الوفد مركزاً للصيد القاري وتربية الأحياء المائية يجري إنجازه حيث بلغت نسبة الأعمال فيه 60% محمد من هذه قناة الموريتانية مقاطعة مال إلى ولاية جيزماغا حيث أشرف وسير التنمية الحيوانية رفقة السلطات الإدارية والأمنية بالولاية الصباح أمس من ضواحي مدينة سيليبابي على الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية لتحصين المواشي تهدف هذه الحملة إلى تلقيح المواشي وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض التي تشكل خطراً عليها من ضواحي بلدية سيليبابي يشرف وزير التنمية الحيوانية السيد أحمد ديت ولشين صحبة والي قيد مغا وسلطات الإدارية والأمنية على إطلاق الحملة الوطنية لتحصين المواشي للعام 2023-2024 فآليات الافتتاح تميزت بمشاركة العديد من المنمين ومثل الروابط الرأوية والزراعية وأزل التنمية الحيوانية تحدث خلال حفل انطلاق الحملة عن دور قطاع التنمية الحيوانية في النهوض بالإقرصاد الوطني ترمي هذه الحملة إلى تحصين 11 مليون رأس من الأقلام ضد طاعهم للمشترات الصغيرة المعروف محلياً ببودماء ومليونين واربعمائة ألف رأس من الأبقار ضد مرض لاترلئة والجنب الساري بوغلي إضافة إلى أمراض أخرى تظهروا في بعض الحياني مثل بوغيب وبومرارة والجدري إلى غيري السيد الوالي السادة الحضور تشكل الثروة الحيوانية ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني حيث تمثل 10% من الناتج المحل الإجمالي وتساهم بنحو 65% في القطاع الريفي كما تستقطب ما يزد على 11% من العمال الوطنية و60% من العمال الريفي وتلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي خاصة فيما يتعلق بمادة اللحوم الحمراء السيد الوالي السادة الحضور نظراً لالتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني لقطاع التنمية الحوانية وفي إطار التزامه بمضاعفة مخصصات الصحة العوانية فإن قطاعنا سيسخر لهذه الحملة 72 فرقة بيطارية مكتملة التجهيز من أجل تكثيف وتعميم التقطيع الصحية وينتظر أن تجوب هذه الفرقة مختلفة في المناطق الرعاوية المنتخبون المحليون بدورهم تحدثوا عن أهمية الانخراط والمشاركة الواسعة في حملة تحصيل مواشي مشيدين بالاهتمام الذي يحظى به قطاع الثروة الحوانية في البرامج والمشاريع الحكومية بدورهم تحدث ممثل الروابط الرعاوية والزراعية عن أهمية هذه الحملة التي ستستمر خلال الأشهر القادمة لتحصيل أكبر عدد ممكن من الماشية على المستوى الوطني ميدانيا اطلع الوزير صحبة السلطات الإدارية على الإجراءات المتخذة لتسهيل عمليات تلقيح المواشي حيث تلقى شروحا توضيحية عن طبيعة اللقاحات وعمل الفرق البيطارية المكلفة بهذه العملية ليعطي الوزير إشارة انطلاق الحملة الوطنية لتحصين المواشي من الأمراض والفيروسات الفتاكة كما أشرف الوزير على تسليم مفاتيح ثمان سيارات ذات دفع رباعي لصالح مندوبيات التنمية الحيوانية في ثمان ولايات من الوطن وذلك ضمن شراكة القطاع بالمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بربساثنين ويتدخل هذا البرنامج في عديد الولايات الرعوية بهدف دعم المنمين وزيادة المردودية الانتاجية لقطاع التنمية الحيوانية وفي بلدية قري وقف الوزير صحبة السلوطات الإدارية على عمل الفرق الميدانية في مزرعة تحسين السلالات واطلع ميدانيا على جاهزية هذه الفرق وطبيعة الإجراءات المتخذة ضمانا لولوج المنمين إلى هذه الخدمات الصحية وتحييد خطر أنواع مختلفة من الأمراض والفيروسات التي تهدد قطاع الثروة الحيوانية في بلادنا شوقي محمد فالي قناة الموريتانية مدينة سيليباو تفقد وزير الإسكان والأمران والاستصلاح الترابي رفقة والي أدرار بعض المشآت الخدمية التي يجري تنفيذها في مقاطعة أوجفت وطلع الوزير على مستوى تقدم الأشغال في مدرسة قرية المالح وبعض المرافق في تجمع تنومند إضافة إلى مشروع بناء محكمة في مدينة أوجفت متابعة لسليل إشغال في ورش البنية التعليمية وبعض المرافق الخدمية وزير الإسكان والأمران والاستصلاح الترابي السيد سيد أحمد والمحمد رفقة والي أدرار السيد عبدالله والمحمد محمود يتفقد المدرسة البجدية بقرية المالح التابعة لبلدة تيرجنت في مقاطعة أوجفت مدرسة تتكون من طابقين وتضم ستة فصول إضافة إلى ملحقات وقد انتهت الإشغال فيها وقد بنيت على نفقة ميزانية وزارة الإسكان بغلاف مالي نهز 54 مليون أوقية قديمة المحطة الموالية كانت تجمع تنومند الواقعة 130 كم جنوب شرق مدينة أطار هنا عين الوزير والوفد المرافق له الجامعة المعروفة بجامع معطى مولانا والمركز الصحي إضافة إلى مقر السكن للموظفين وفي عين المكان زار الوزير مدرسة تنومند الابتدائية بعد ذلك عقد الوزير والسلطات الإدارية اجتماعا مع الساكنة استعرض فيه الوزير جهود الدولة الرامية إلى محاربة ظاهرة تقري الهضوي في ظل سياسة الدولة الهادفة إلى تشجيع توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم وخلال هذا الاجتماع أكد والي آدرال أهمية هذا التجمع وما يتوفر عليه من مقومات لصالح تشجيع السكان للبقاء داخل أماكن الأصلية والاستفادة من الخدمات الأساسية وقت تم وزير الإسكان والعمران والسلاح الترابي الجولة والتفاقدية بمدينة يوجفت حيث عاين مشروع بناء محكمة يوجفت الذي انتهت ليشغال فيه ضمن 12 منشأة عدلية يقوم قطاع الإسكان والعمران بتشييدها في الداخل شوفنا تبارك الله أنه في مختلف المحطات كانت فم مشيئات إما انتهت فيها الأعمال والقيد الإنجاز ذاك له يمكن المواطنين أنهم يستفادوا من برنامج تعهداتي الخامة الرئيس الجمهورية تعليمات اللي عندنا هو أعلننا أن نتابع عن قرب هذا المشاريع يكتوفى في الآجال والجودة اللي مطلوبة وحسب دفاتر الاشتراطات اللي موقع مع المقاولين هون نختار نذكر رواية خاصة لأنه ما يخالنا على تجمع تنوى منذ اللي كان يعاني منه بعض الصعوبات نحن نشتغل عليهم بتعليمات من صاحب الفخامة ومن معالي الوزير الأول لأنه نياكم المواطنين يستفادوا من ذلك المشيئات وياكم ما اللي تخف حدة التقرير العشوائي اللي الدولة تشتغل عليها بشكل عام مختلفة في نحاء الوطن هون نختار نأكد المواطنين حرص فخامة رئيس الجمهورية على متابعتنا الشخصية لهذه المشاريع لأنهم المريود منهم لا استفادة للمواطنين سكان المناطق المزورة عبروا عن أهمية هذه الإنجازات التي تحققت في مجال البنية التحتية والمرافق الأساسية هذه المنشئات الساكنة كانت بحاجة لهم وأولئة تعطيهم دفع جديد على بقاءة أماكنهم الأصرية ونحن مثمنين هذا الجهد وشاكلين رئيس الجمهورية على اللفتة الكريمة مشكرة حكومة رئيس الجمهورية محمد أولي القزواني على الإنجاز اللي عدلت في قرية المالح التابعة البلدية تنترقين تتمثل بإنشاء مدرسة مكتملة للفصول في بلدة نائجة من ولاية أدراء زيارة تفاقد وطلاع ما كانت من الوقوف ميدانيا على تقدم الاشغال في بعض المشاريع ذات الأولوية على مستوى ولاية أدراء الفاغة وللشيباني قناة الموريتانية مدينة أوجفت وهنا بن واكشوت أشرف وزير تجهيزي والنقل وزير الإسكان والأمران والاستصلاح الترابي وكلة صباح أمس على فعاليات الدورة العادية العامة الثامنة لتعاضدية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد تم خلال هذه الدورة نقاش تقرير نشاط المكتب التنفيذي والمصادقة على اقتراحاته وانتخاب هيئات التعاضدية مثل المكتب التنفيذي ولجنة الحكماء ولجنة المالية معا من أجل خلق فرص عمل لائقة تحت هذا الشعار عقدت تعاضدية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جمعيتها العامة العادية الثامنة خصص هذا اللقاء لنقاش ما تم إنجازه في المامورية المصرمة وما سيتم تنفيذه في المستقبل حسب أهداف التعاضدية وزير التجهيز والنقل وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وكالة بيّن في كلمته الافتتاحية لهذه الدورة أن السلطات العليا تولي عناية خاصة لترقية القطاع الخاصي في البلاد لا تخفى عليكم الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العمومية بتوجيه سامن من صاحب الفغامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني لترقية القطاع الخاص ببلادنا وإشراكه الفعلي في كل الجهود التنموية وذلك عبر تأسيس البناء المؤسسية لحديث من مجال الاستثمار والأعمال ومراجعة الأطر القانونية المحفزة للاستثمار والمذمنة للمقاولة الوطنية وإرساء روح التشاور الدائمة مع الفاعلين الاقتصاديين رئيس تعاضدية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبرز أن التعاضدية عملت من شيئها على خلق فرص عمل وعدة أسهمت في تعزيز الدورة الاقتصادية الوطنية قد كانت التعاضدية أداة لتعقيق أحلام هذه الفئة من المواطنين وعنصراً مهماً في تعزيز فرص النمو الاقتصاد في بلادنا وذلك بالرغم من الصعوبات والتحديات الجملة التي واجهتها على أكثر من السعيد خصوصاً في مراحل انطلاقها الأول كما استمرت في التراكم والتفاقم في المراحل التالية دون حلول تذكر لكن الأمل بدأ يحضنها مجدداً في السنوات الأخيرة مع تطبيق برنامج فأخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني والمقاربات التي انتهجتها حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود لبلوغ أهداف هذا البرنامج في مجالات الشفافية والمنافسة الحرة والإصلاح الإداري والقضاء والحكام الرشيدة وتحديث منظومة تشريعية وسيناقش المشاركون في هذه الدورة أهم القضايا والآليات المناسبة من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها التعضدية المتمثلة في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير جو ملائم للتنافس الإيجابي خدمة للوطن وتطويراً لنموه الاقتصادي يعقوب لصوفي الموريتانيا إلى ولية الأصابة حيث أطلق المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأزر زوال أمس من مقاطعة بومديد عدداً من المشاريع التنموية التي يتم إنجازها في المقاطعة وبهذه المناسبة تفقد المندوب العام لتأزر سير الأشغال في عدد من المشآت الهاتفة إلى تسهيل ولج السكان إلى الخدمات الأساسية بالمنطقة زيارة الإطلاع والمتابعة التي يؤديها المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأزر لوليات الأصابة شملت عدداً من المشاريع التنموية التابعة لقطاعه حيث دشن المندوب العام رفق توالي الأصابة بقرية زمزم أهلبابا التابعة لبلدية نواملين شبكة للمياه تشمل خزاناً بسعة ثلاثين متراً مكعباً وشبكة توزيع بطول ألفين وتسعين متراً بالإضافة إلى أربعين توصيلة اجتماعية وحنفيتين عموميتين وفي مدينة كيفا يطلع المندوب العام للتأزر على سير الأشغال في مدرسة السعادة التي تشمل ست حزرات ومبنى للإدارة وسكناً للمدير وآخر للحارس وينتظر أن تنتهي الأشغال فيها خلال الأسابيع المقبلة وبطواحي مدينة كيفا أطلق المندوب العام للتأزر مشروع كهربة تسع قرى ريفية في ولاية البراكنا والإعصابة والحوضين انطلاقاً من محطة تحويل تغذي قرى أغورط وفام الخزيرات وباللوار كما شملت زيارة كذلك مشروع السكن الاجتماعي بكيفا الذي ينفذه برنامج داري التابع للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التأزر والذي يتألف من 368 وحدة سكنية حيث ينتظر أن تنتهي الأشغال في جزئه الأول خلال الأسابيع المقبلة على أن يكتمل إنجاز المشروع كلياً في شهر مارس من العام 2024 وفي قرية حاس البكاي أطلق المندوب العام تجهيز أربعين حفر تم إنجازها في ست ولايات من بينها ولاية العصابة التي سيسهم هذا المشروع في توفير الماء الصالح للشرب في العديد من مناطقه نحن هنا في حاس البكاي لنشرف على إطلاق مشروعين مهمين بقيمة أربع مليارات أوقية مهمين لتنمية البلاد وتحسين ظروف السكان مهمين لتوفير الخدمات الضرورية للفقراء من سكان القراء والأرياف هذه الساكنة التي يمثل الاهتمام بها موضع توصيات وتعليمات دائماً لنا من طرف فقامة رئيس الجمهورية محمد والشيخ الغزوان أيها الحضور الكريم يتعلق الأمر أولاً بربط تسع قراء ثلاثة منها في العصابة بشكبكة الكهرباء وفق تعاقد بين المندوبية العامة آزر وشركة صوملك أما المشروع الثاني فهو تجهيز أربعين بالارتواز نصفها في قراء من ولاية العصابة وتأتي بعد أن أطلقنا من قرغل ستة وهلاثين تجهيز في خمس ولايات من وطننا العزيز أيها الحضور الكريم نحن معكم اليوم لنؤكد لكم التزامنا الراسخ بمواصلة العمل من أجل التكافل الوطني ومكافحة الإقصاء حيث تميزت تدخلات المندوبية العامة التزازر بالشمولية والتنوع فقد غطت الولاية بأكملها بتكلفة إجمالية تزيد على 19 مليار و600 مليون المنتخبون المحليون ذمنوا باسم السكان برامج واستراتيجيات الدولة التنموية الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية من خلال تدخلات المندوبية العامة هذا وقد باشرت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التازر توزيع مبالغ مالية على هامش مختلف محطات الزيارة لصالح الأسر المتعففة في القرى المزورة عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة كيفة نظمت وزارة العدل صباح أمس في نواكشوت ملتقا تكوينيا حول النزاعات العقارية لصالح القضاة العاملين في المحاكم المدنية والإدارية وسيتابع المشاركون في هذا الملتقى الثالث من نوعه عروضا ومحاضرات حول مفهوم الدعوة العقارية وأنواع النزاعات المتعلقة بها هي الانطلاقة الفعلية للجزء الثاني من الملتقى التكويني الثالث لصالح القضاة العاملين بالمحاكم المدنية والإدارية ينظم من قبل قطاع العدل وقد اختير له أن يناقش واقع النزاعات العقارية تعتبر المؤسس القضائي دعامة أساسية لدولة القانون ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها وذلك لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي وهكذا عملت وزارة العدل وستظل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضات وكتاب ضبط وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضاء من خلال التكوين المستمر حيث عملت على تنفيذ خطة شاملة للتكوين للمرة الثالثة تم إنجازها بفضل استحداث من خاص في ميزانية الاستثمار وبفضل التعاون البناء مع شركائنا في التنمية مواكبة لتنفيذ خطة القطاع المتعلقة بتعزيز قدرات المصادر البشرية تهدف هذه الدورة فضلا عن تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع إلى تدار كما لم يعرض من مواضيع تتعلق بتحديد الصعوبات التي تعترض تحديد تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية الملتقى يناقش موضوع النزاعات العقارية من خلال مفهوم الدعوة العقارية وأنواعها دعوة الحيازة دعوة الاستحقاق ونزع الملكية للمصلحة العامة والنزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا انطلقت صباح أمس في نواكشوط أعمال ورشة المصادقة الفنية على نظام تشغيل المؤسسات الصحية العمومية والخصوصية تهدف هذه الورشة إلى تعميق النقاش من الخبراء في المجال الصحي للخروج بنتائج من شأنها رفع وداء المرافق الصحية الوطنية تسجيدا للسياسة الوطنية الهادفة إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفق نظوم تستجيب لتطلعاتهم يتي تنظم هذه الورشة الخاصة بالمصادقة الفنية على نظم تشغيل المؤسسات الصحية العمومية والخصوصية بحضور شركاء بلادنا في التنمية ورشة سمحت باستعراض الاستراتيجية الوطنية لبلادنا في المجال الصحي تسير بلادنا بخطوات مطمئنة اتجاه تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 حيث تكفل برنامج قولوياتي لبخامة رئيس الجمهورية على مستوى الصحة بعديد الخدمات المجانية والشبل المجانية كتخفيض التكلفة الجزافية لنساء الحوامل إلى حوالي 400 قية جديدة تغطي كافة الاستشارات والعلاجات التي تتطلبها وضعيات المنتسبات من هذه الفئة بالإضافة إلى مجانية الانعاش ومجانية النقل الطبي ومجانية النقل ضحايا حوادث السير ومجانية تدخلات برنامج العون الطبي الاستعجالي الذي يتكفل بالحالات الطبية الحرجة المرتبطة بالوقت بدونه تحدث ممثل وعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا السيد جانمر عن محورية المنظومة الصحية في برامج الاتحاد الأوروبي وما يجعل من دعم مشروع الدعم الصحي في 2017 أحد أهم مال الشراكة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي ذلك من أجل تمكين القطاع الصحي من تقديم خدماته على أحسن وشه المشاركون في هذه الورشة سيتوزعون على مجموعات عمل تناقش وتدرس على مدى ثلاثة أيام مختلف النظوم والقوانين التي ستسهم في الرفع من أداء المرافق الصحية العمومية والخصوصية نظم البرنامج الوطني للتطوع وطننا أمس في النواشوط ورشة تكوينية حول توقيع عقود وابتعاذ 45 متطوعاً عقدوياً بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة تهدفو هذه الورشة إلى دعم المشاءات الشبابية والرياضية من خلال تزويدها بالمصادر البشرية الشبابية لإضفاء المزيد من الحيوية والنشاط البرنامج الوطني للتطوع وطننا التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان يطلق ورشة لتوقيع عقود وابتعاذ 45 عقدوياً هم دفعة المرحوم عبدالله المود حيث ينتظر أن تفتح آفاقاً واعدة أمام الشباب للانخراط في سلك المتطوعين خدمة للوطن وسبيلاً إلى تحقيق التنمية نحن نشرف اليوم من خلال هذه الورشة على اكتتاب الثاني من نوعه في قضون الشهرين وهو الاكتتاب الذي تستفيد منه 45 شاباً متطوعاً يمثلونه كافة الولايات الوطن ويهدف هذا التكوين والاكتتاب إلى دعم المنشآت الشبابية ورياضية من ملاعب ودور شبابه وذلك من خلال تزويدها بالمصادر البشرية الشبابية الضروري لإضفاء المزيد من الحيوية والنشاط عليها إن هذا المشروع يأتي تجسيداً لتعهدات فخامس رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزمان الرامج إلى ترقية ومأسسة العمل التطوعي ومنح الشباب كل الفرص اللازمة لتأهيلهم للمنافسة على الوظائف وتمكنهم من خدمة الوطن في ظروف مثالية وفقاً للرؤية المستنيرة التي تسهر حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود على تطبيقها ويسعى مشروع وطننا إلى ترقية العمل التطوعية ومنح الشباب الفرصة للمنافسة بكل شفافية لاقتناص فرص الولوج إلى العمل وتمكن الشباب المتطوعي من خدمة بلده في أحسن الظروف لقد عملنا في البرنامج الوطني للتطوع وطننا مع شركائنا بالوزارة الإدارة العامة للشباب والإدارة العامة للرياضة وإدارة التكوين والإدارات الجهوية على مدى عدة أشهر على أن يلبي هذا الاكتتاب الحاجة الملحة للغالبية العظمى من المشآت الشبابية والرياضية من حيث الكادر البشري الشبابي وذلك من خلال التخصصات التالية منعش سوسيو تربوي 16 مهمة تطوعية مؤطل الرياضي 15 مهمة تطوعية مراقب ملاعب 9 مهمات تطوعية مراقب دار الشباب 5 مهام تطوعية أي ما مجموعه 45 مهمة تطوعية وتابع الحضور فيلما قصرا عن مسيرة قائد العمل التطوعية الكشافة الموريتانية في بلادنا المرحوم عبدالله واللمود استعراضا لما يتحلى به من أخلاق ووعي واندفاع نحو الأعمال التطوعية التي خدم بها البلاد طوال العقود الماضية وشهدت هذه الاحتفالية تكريم المحومة عبدالله واللمود تقديرا لمسيرته النيرة في مجال العمل التطوعية وخدمة الشباب الموريتانية إلى ولاية داخل تنواذيبو حيث توجى فريق ولاية العصابة ببطولة الولايات للرماية التقليدية التي احتضنتها الولاية في نسختها الحالية وقد تميزت هذه النسخة التي استمرت خمسة أيام بمشاركة فرق للرماية من مختلف ولايات الوطن بحضور فرق الرماية من مختلف مناطق البلاد مدينة تنواذيبو تحتضن اختتام بطولة منافسات دورة الولايات للرماية التقليدية نسخة المرحوم الشيخ الللمين بإشراف من والد داخل تنواذيبو السيد ماحي الحامد وقد تمكن فريق ولاية العصابة من الفوز بالمركز الأول في بطولة هذا الموسم كما أحرز المركز الثاني فريق ولاية أدرار وجاء في المرتبة الثالثة فريق ولاية إنشيري والي الولاية في كلمة بالمناسبة عبر عن ارتياحه للجو الإيجابي الذي طبع أيام المنافسة وما تحلت به كافة الفراق من مسؤولية وانضباط نحن نصل بفضل الله وبتوفيق منه إلى اختتام دورة وذيبو للرماية التقليدية ما بين الولايات ونحن سعدوا بظروف التي جرت فيها هذه المباريات وهذه المنافسات ونتمنى أن يدوم الأمن والاستقرار للبلد وأن تدوم الرماية التقليدية حية وأن يزداد الاهتمام بها من طرف الشباب والنخبة وأن يظل الجو مستقرا والأمن ممتدا وأن يظل الرشد والحلم والكرم سائدين بين الرماية بدوره عمدة بلدية واذبو نوها بالظروف التي جرت فيها هذه الدورة والتنظيم المحكم الذي شهدته مبرزا أنشطة البلدية المتعددة في المجال الرياضي شاكر الاتحادية واللجنة التنفيذية لاختيار مدينتنا لهذا الحافل العظيم لاحظنا عنها الحمد لله دارتها بدون أي خلاف وإي مخالفة وفأمن واطمئنا وهنا نأكد مدينتنا نوها بلدية لمؤسسة للدولة والساكنة كانت دائما مهتمة بجميع الرياضيات كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، الكرة الحديدية ومن اليوم لا يعود اهتمامنا إن شاء الله أكثر وأكبر بهذه الرياضة اللي عند هذا الطابع اللي له رئيس لجنة تسير الرماية التقليدية شكر السلطات العمومية على الرعاية لهذا الموسم الرياضي في ولاية داخل تنواذبو هدفنا في لجنة الإشراف أن تستمر الرماية ويتعزز أعطاؤها وتكون إطار الجامع لقيم النبل والأعطاء وهذا ما نعمل جاهدين لتحقيقه مذمنين الدعم المستمر والرعاية الغائقة التي نحوى بها من قبل السلطات العمومية بتوجهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزوان ولا يسعني في هذا المقام قبل أن أنهي هذه الكلمة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للسلطات الإدارية والبلدية والمنطقة نواذبو الحرة لما قدموه من اهتمام وعناية لنا من تسهيلات ومواكبة مستمرة أسهمت بشكل كبير في توفير الظروف الملائمة التي اكتلفت دورتنا الحالية وخلال الحر الختامية وجر رامي من ولاية إنشيري سيد بنانا والعابدين بأحسن رامي في البطولة وتم تكريم المرحوم الشيخ الللمين الذي وسمت الدورة باسمه كما تم منح شهادات تقديرية لعدد من المهتمين بالرماية التقليدية الشيخ اللحميدي الموريتانية مدينة نواذبو كان ذلكم مشاهدين آخر خبر في نشرتنا هذه تذكير بالعنوين رئيس الجمهورية يشري مقابلة مع خمس مؤسسات إعلامية وطنية تناولت مختلف الأسئلة المتعلقة بالأوضاع في بلادنا ومحيطها الإقليمي وزير الصيد والاقتصاد البحري يشرف من مقاطعة مال على تخرج الدفعة الثالثة في مجال الصيد القري ضمن المقاربات التنموية لإستغلال المياه السطحية ببلادنا وزير التنمية الحيوانية يشرف من ولاية قذمع على الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية لتلقيح المواشي وحماية الثروة الحيوانية شكرا لكم على حسين صغير والمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة